يا صباح الهنة والسرور على احلى جمهور عاملين اي يا حبيب قلبي يارب تكونوا بخير دايما اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تصلى علي احلى بنات حطولي لايك حلو كده بقى للفيديو يلا نشوف روتين النهاردة كله حماس وان شاء الله يكون في تغييرات وفي حاجات حلوة كتيرة كتيرة خليكي معايا الاخر الفيديو وحطيلي لايك وحطيلي كمان خمس كومنتات حتى لو وحطي اي موشن حكتبيلي كومنت حلو وبقيت الكومنتات اي موشن مش مشكلة علشان اللايك وي الكومنت بيعليلي من الفيديو يعني كده بتساعديني وبتدعميني ان انا استمر ان شاء الله يا احلى بنات في الدنيا انا كده صحيت من بدري انا اضفت بقى القوضة وهوتها وفتحت الشبابيك ندخل بقى طاقة كده ايجابية بالنسبة للناس اللي بتحس بقارك وبحس بتعب وحس ان البيت كله مشاكل وفيه مشاكل مع جوزك واولادك حاولي تمشي على الخطوات اللي هقولك عليها وباذن الله هتبقي احسن هنحاول يعني نجدد من حياتنا ونغير العادات والتقاليد اللي احنا فيها طبعا اول ما تقوم من النوم لازم ان تفتح شبابيك الشقة كلها وخصوصا الغرف اللي بنكون نايمين فيها كمان لو انت الميلاية بتاعتك لازم ان تقعد على السرير حوالي يومين 3 بالكتير مش اكتر من كده يا بنات ولازم ان الكياس المخدة برضو تتغير علشان يبقى فيه تجددات وفيه طاقة كده في البيت جميلة جدا انا كنت مغيرة الميلاية دي امبارح والنهاردة كده رحت نضفت الغرفة من على الوش لان امبارح كنت مسحة ومن نضفة وقلبة الدنيا زي ما بيقولوا نضفت السرير ونضفت بقى برضو الكوميديين ومطرح مجوزي بيفتر طبعا انا جوزي بيصحى بيفتر على السرير يعني لازم ان تحطيله كده كوباية الشاي جنبه تحطيله ساندودش جبنة ساندودش حلاوة يعني المتواجد حتة كيكة لو انا عاملة كيك اي حاجة فبيفتر وبيتوكل على الله بينزل شغله وبعد كده انا ببدأ اعمل انضف الغرفة على طول وبعد كده انا سايبة الشباك بتاع الغرفة وانا واقع ده فيها بنضفها بسيبه مفتوح وانضف الغرفة وبعد كده بقفله وبعد كده بروح اشوف اللي ورايا بس بسيب الشيش اللي هو السلك ده كده مفتوح بالشكل ده لغاية ما الشمس تغيب وبرجعها في الشباك كله عشان يبقى غيرت جو او هواء القوضة وبعد كده دخلت بقى ااخد فم غسيل طبعا احنا من الناس اللي ما بيخلص عندها الغسيل خالص يعني انا من رأيي لازم ان الاختراع الغسيلة ده يعني ايه والله يحكموه لان احنا ولا بنبطل غسيل هدوم ولا بنبطل غسيل موعين بجد ايدينا باشت يا باشا المهم انا هياخد فم غسيل كده اه ويه طبعا اول ما بسحى بتوضى وبيصلي الصبح وانا بتوضى باشتف مثلا انت والت وباشتفل الارضية بتاعت الحمام وبشط في الحوض وبحض الأولاد الفرش بتاعت أسنانهم عشان أول ما يخش يغسلوا أسنانهم ويببدأ أصحيهم بعمل لهم فطار خفيف بعمل سندوتشاك جبنة وخياره وطبعا ده أنا عرضته قبل كده في روتين قبل كده فمش حاب أن إحنا نكون تقليديين هاخد دورة سريعة كده لأن الغسيل اللي أنا حطاه مش متسخ جامد هو يدوبك شعوة الأولاد والطراب وكده فأنا عملتها دورة سريعة عشان ألاحق أنشر إن شاء الله قبل ما الشمس تغيب هنا بقى رحت دخلة على الغداء على طول علشان أعمل شوية غداء علشان أنا أخدكم معايا مكان مفضل جدا وبحبه خليكم معايا لأخر الفيديو يعني عشان تعرفوا أنا هروح فين هنا بقى نعمل صانية فراخ تحفة جدا جدا بما إننا بدأنا الضيت يعني هنا هعمل إيه قطعت تماطم ترنشاط وفلفل ترنشاط وسقبصل حطيت معلقة من البابريكا ومعلقة من الفلفل الأصمر ورشة جنزبيل صغيرة ورشة ملح وبدأت إن أنا أدعك كل الخضار ده مع بعضه عشان أنا عايزة تدبيلها اللي أنا حطيتها تشرب من الخضار اللي أنا حطيتها بجد صانية الفراخ دي مش هبطالي تعمليها في ناس كتير سألوني تعملي الفراخ بإزاي أنا بشوي الفراخ البلدي بالطريقة دي دي يا بنات فراخ بلدي زي ما انتو شايفين دي مش فراخ مزارع ولا فراخ بيضة ولا الكلام ده إحنا ما بناكلش غير الفراخ البلدي طبعا أنا عادي ممكن أكل أي نوع فراخ لكن أنا جوزي أبدا ما بيحطش الفراخ البيضة في بقه لكن لما بكون عندي والدتي عادي باكلها لكن طول ما أنا في بيتي لازم فراخ بلدي عشان جوزي بيحبها طبعا أنا غسلت الفرخة دي كويس جدا جدا بالملح واللمون ورش الجنزبيل ونقعتها في مية بلمون ويبقت زي الفل اللي شلتها حطتها على الخضار كده من غير ما تبلها رشيت رشيت فلفل أصمر بسيطة خالص من فوق كمان أجيب كوباية من المية أحط على الفراخ بتاعتي كوباية من المية وما نزودش لإني الخضار اللي تحت هيزود معينا المية الفراخ البلد يا بناي بتاخد وقت على النار أنا حطيت كده الصينية على النار من فوق لسه ما دخلتهاش الشواية بعد ما استويت كمان زي ما انتو شايفين كده استويت خالص زي الفل هي بدأت أجيب الخلطة بقى اللي هلمع بها الفراخ أي نوع فراخ حبت شويه في الشواية يعني في الفرن حطيت معلقة من الصلصة الجازة ممكن كمان تستخدمي كاتشب يعني يا كاتشب يا صلصة كمان أحط معلقة من الزيت الكريستال أي نوع زيت عندي كيمفع طبعا التركاية هنا نحنا بنضيف معلقة صغيرة من البابريكا ويا جماعة البابريكا مش حراءة خالص ومعلقة فلفل أصمر صغيرة ممكن كمان رشة ملح وبعد كده أجيب الفرشة بتاعتي وأبدأ إن أنا ألمع الفراخ بالشكل ده هتطلع معيكي بصي ولا أجدحة فرخمة شوية من أجدحة مكان هبدأ ألمع بقى الفرخة بالشكل ده الخلطة دي يا بنات أنا معتمدها والتركاية اللي بتخلي الفراخ حمر خالص هي البابريكا البابريكا دي عبارة عن فلفل أحمر دخلتها تحت الشوية تلعب بالشكل ده ونخلي بالنا لإن الشوية أنا بتاعتي حمية جدا يعني لو ما كنتش لحتها كانت اتحرقت فنخلي بالنا جدا أنا بحب بقى باللون ده أنا وأولادي بتبقى مرمشة وطعمة حلوة جدا هبدأ بقى إن أنا أغرف في الطبق تقدميها بقى مع رز مع صلطة أنا طبعا عشان بدأنا بقى الضيت فأنا هقدمها جنب رز بالشعرية وصلطة رز بالشعرية بس وصلطة علشان جوزي بدأ ضيت وأنا كمان بدأت ضيت بس أنا الضيت بتاعي مش قاسي يعني أنا بأكل كل حاجة نفسي فيها بس بكميات متساوية ما بحبش يعني ما بحبش أحرم نفسي زي ما بيقولوا وبأكل حلويات وبأكل كل حاجة بس بأقلل من الكميات يعني أنا لو مثلا هيكل قطعة جاتو لا خليها نص قطعة جاتو تاني مرة خليها ربع قطعة جاتو بالنسبة بقى للخضار اللي تحت أنا بحطه كده على الفراغ بيبقى طعم حلو جدا فراغ ما شوية مية في المية ممكن كمان تحطي حتة فحمة وتطفيها في الفراغ هتديك طعم الشوك جامد جدا جدا وبعد الغدا بعد ما خلصنا الغدا دخلت بقى عملت لي كوبايت كافي ميكس كده حلوة علشان هاخدكم معايا المكان المميز اللي أنا بحب بعد الغدا كانت حوالي دلوقت على الساعة تلاتة تلاتة ونص كده يعني على أزان العصر طبعا قلت أشرب بقى كوبايت كافي ميكس واخد كام واحدة صبلي أنا كنت عاملة صبلي لو حابين الطريقة أولولي وأنا هنزلها لكم من عناية بعمل الصبلي اللوكس بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة والمكونات موجودة عندك في البيت طبعا خدت بقى معايا كان قطعة كده من الصبلي اللوكس مع كوبايت الكافي ميكس وطلعنا في المكان المميز اللي أنا بحبه جدا بجد بحسه تغيير للجو طبعا السطح أنا طلعنا السطح طبعا السطح ده مش بتاعنا إحنا يعني مش بتاعي لإني أنا قاعدة في عمارة يعني ده مش بتاعي لدي عمارة فالسطح مش ملكنا أنا ملكنا يعني الملك لله هو الشؤة بتاعتنا بس لكن طبعا أنا بطلع أحب أطلع أنا وأولادي كده على السطح آآ نغير جو هنا كنت أغذى الستاند بتاع التصوير مش عارفة ليه بس أنا ما صورتش أصلا بس أنا كنت أغذية كنت أصور بعض دي كده يعني مالوش لازمة التصوير هو كده أغذير جو مش أكتر آآ هنا بقى بشرح لكم إن الجو حلو جدا وإن أنا بحب أطلع أنا وأولادي في الوقت ده اللي هو بعد العصرية اللي هو وقت الغروب يعني بتلاقي الشمس حلوة جدا آآ طبعا لو عايزة تستفيدي من الشمس يبقى من الساعة عشر الصبح للساعة عشر بيبقى فيها فيتامين ديل هنا الصبلية كان عجبني جدا ناعم جدا جدا طبعا الثلاث وحدات مش أنا اللي هاكلهم أنا هاكل واحدة بس وكل عين من أولادي هياخد واحدة آآ عشان اضايت يعني أنا قلتلكم أنا ما بحرمش نفسي بس بحاول أرشد من الأكل بتاعي يعني آآ هنا أنا بقول لكم حطولي لايك لازم أنتوا حطولي لايك عشان الفيديو ده عظمة جدا وبحبكو جدا جدا والله العظيم وبتمنى إن انتوا تدعموني علشان القناة تكبر هنا بوريكم المج كله شوكولاتة من تحت طبعا هو سوخنا وحطيه جنبه الصبليه فالشوكولاتة ساحت على المج اللي احنا بنشرب منه بجد الجو حلو جدا وهوى جميل جدا 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 هخلص بقى اللي ورايا وهنزل علشان خرجه أشتري حاجات أنا وأولادي من السوق السوبر ماركت نزلت جبت الطلبات وعدت على السوق جبت شوات فاكهة وطبعا قلت أوريكم الحاجات الجميلة جدا اللي أنا جايباها طبعا ده مش كانت طلب مش عارف اسمه شمام ولا أنا ناس لا مش أنا ناس شمام بيتهيق طعمه مسكر جدا يا بناك جبت دي 2 كيلو الكيلو كان عامل 5 جنيه وجبت كمان كيلو تفاح الكيلو التفاح عامل 8 جنيه أنا بقولوكم الأسعار سريع نشان لو حابين تنزلوا تشتيروا يبقى أنتوا عاملين حسابكم أنا بحب التفاح البلدي ده جدا من وانا صغيرة بعشاؤهم والعنب كمان طلع الكيلو كان عامل 12 جنيه العنب الأخضر ده بنات عسل عسل نحل كده جبت كمان خوخ عشان أولادي بيحبوا جدا جبت برضو كيلو كيلو الخوخ عامل 10 جنيه يعني من كل حاجة جبت كيلو كده ما قطرتش يعني طبعا أنا كنت محتاجة أن أنا ننزل أجيب فاكهة بس لأن البيت ما كانش فيه فاكهة وطبعا لما ببدأ أنا الضايت بحب أن أستبدل أي حاجة بالفاكهة يعني التفاح حلو جدا للضايت طبعا اللي انتوا شايفينها دي مش حلوة خالص للضايت بس أنا جبتها عشان خاطر أولادي ده شويبس طبعا باخد ساعات ممكن ربع كباية أو نص كباية جبت كمان سوسيس عشان ممكن نعمل مع بعض بيتزا جبت كيس لبن بخيره جبت عصير للأولاد اللي هي المراعي العصير بالحليب ده المراعي التحفة جدا ومغز جدا للأولاد جبت زاتون عشان أنا طبعا نحطها في دماغي إن أنا خلاص هاعتمد على الله وهعمل بيتزا إطالي معاكو بالسوسيس إن شاء الله يعني جبت كمان البطاطس اللي هي الفرات دي بوم فرات حلوة جدا جدا بحبها أنا مش بستخدمها على طول بس بحطها في التلاجة للطوارئ هنا كمان جبت الكوكي علشان أولادي شطانين فيه النهاردة اليوم كان كله فراخ في فراخ وعدت كمان كان فيه اللي هو محل آخر العنقود اللي هو في شارع العشرين دخلت جبت شوية حاجات شارع العشرين ده اللي هو في فصل جبت لابني إزازة عشان يروح بيها النادي بصوا جبت له إيه جبت له إزازة يحط فيها مياه يعني وياخدها مع النادي جبت كمان المج الكيوت جدا دي نعمل ممكن فيه وتشوكليت بحب بعمل فيه كذا حاجة يعني جبت كمان جبت حاجة حلوة جدا كيوت قوي ده ستند تصوير أو ستند حامل للتليفون لو انت بتحب تخش المطبخ وبتشغلي كرقون زي ما أنا بعمل يعني أنا أول ما بخش المطبخ باخد التليفون معي ده بصوا ده ستند بتسبتيه في الرخامة وبعد كده بتسبتي على التليفون بالشكل ده بصوا دي كيوت وبشغل بقى الرؤية الشرعية بحب الشغل فضيل طبعا مشاري مشاري راشد بعشاء جدا ربنا يجمعنا بيا رب كده وبحط التليفون وبشغل أي حاجة أنا عايزها ممكن أشغل أي حاجة أتسلى فيها طبعا القرآن خيره مسلي فأخليه بابدأ أطبخ أعمل حاجته بضيع وقت جبت المج الكيوت كمان ده بصوا شكله حلو جدا حبيته 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 المج ده عامل عشرة جنيه اللي أنا مسكا في ايديه أما المج اللي فيه الغطة عامل خمستاشر جنيه والاستند بتاع التصوير ده مش غالي يا بنات ده عامل عشرة جنيه يعني هنا بقى حضرت لهم العشرة برضو لإني أنا لما جبت الكوكي والبطاطس خلاص شبته بقى يا ماما عايزين كوكي يا ماما عايزين كوكي فعملت لهم بطاطس وجبت بقى الكوكي والبطاطس والزاتون وهنروح بقى نتعشة طبعا جنب العشرة الخطير جدا ده لازم نعمل ايه طبق فكة حلو كده لو لسه بقى لغاية دلوقتي انت معي يبقى انت حبيبتي ومتابعتي المخلصة ليا وحبا انت تكملي معي للاخر فجزاك الله خيرا حطيلي لايك واكتبيلي انا معاك يا نوجا لحد طبق الفكهة وانا هفهم انا هفهم قبل ما تقوليلي معاك لحد طبق الفكهة حطينا طبق الفكهة بقى شوقت عينب كده غسلناهم وهنروح بقى نتعشة واه احلى مساء على عيونكو الجميلة يا احلى مطابعين في الدنيا بحبكو جدا ما تنسوش تتابعوني على التيك توك قناة اسمها نوجا بنت البلد وعلى اليوتيوب اسمها تكات نوجا بحبكو جدا جدا واحلى مساء عليك يا قلبي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة